تعالوا نعمل مع بعض بقى عصير الدوم المركز زي الجاز بالزبط وأحلى هيفضل معيك تول شهر رمضان طعمه قطير ومش هيغير أبدا في التلاجة كل اللي عليك هتروحي للعطار هتقول له عايزة ربع كيلو من الدوم المجروش اللي هو متكسر كده زي ما انت شايفه فحلا بقى سخنة على النار هنحط بقى فيها الدوم بتاعنا كده بالشكل ده وهنبتدي بقى نحط السكر حسب الطلب بتاعنا عايز تعمليه من غير سكر هو أصلا مذكر لوحده لو انت يعني مش من محبين السكر التقيل هتحطي حوالي كوباية ونص من السكر وهتبتدي تقلبي فيه كده محد ما تحسي ان السكر يبتدي ترحته تطلع ويقرمل معاك ويسيح كده مع الدوم ويسخن جامد جدا وتلاقي لون الدوم ابتدي يميل للون البني الغامق شايفه هتفضلي مع التقليب لحد ما يتحول لونه كده لون بني جامق والسكر تقرمل كله حتى الدومية كده لون هتحول ويتغير وريحته كده يقلبت زي القرامل بالزبط هتفضلي مع التقليب المستمر لان نجاحة عصير الدوم هو ان السكر يقرمل والدوم لونه يتغير لحد ما يقلب معاك اللي اللون الماين للبني كده مش اللي هو المحروق بس اللي هو الدهبي هتحطي شوية الميا من الصغيرين كده وبعد كده هتحسي ان هو كله قفش في بعضه ما تقلقيش هو او ما تنزلي بالميا كل ده هيفك ويحل تاني هتحطي بقى 2 لتر 3 لتر من الميا على ربع كيلو الدوم دوت طبعا ده دوم حلو جدا ونضيفه والعطوار اللي انا جيبه منه حاجته نضيفه فانا واسقه في الدوم بتاعه ان هو ونضيفه ومش مركون ولا اي حاجة هتبسته بقى من مجرد ما نزلنا بالميا عمل لون جميل جدا قاعد زيجلي بقى كده جليان جليان لحد ما وصل لللون اللي انتو شايفينه دوت سيبته يبرد تماما لحد ما تأكدت انه بارد خلاص انتديت بقى النصف فيه بقى كده في بولة عشان ما نزلش فيه شوائب الدوم واحنا بنزلها هتجيبي بقى الازاز بتاعتك بعد ما بارد تماما الازاز اللي انتو هتشيلي فيها على عصير دوت في التلاجة هتحفز معاكي فلفل لازر او ممكن تحطيه في التلاجة يبرد تماما وتغطيه وتحطيه بقى في التلاجة انا عايز اقولك عملت كمية حلوة قوي الازازة دي كبيرة جدا برضو 2 لتر والتانية 2 لتر دعالوا بقى نصبه مع بعض حلو وطعم جميل جدا يتقدم بارد وبقى الفهنا وشيفة وكل سنواتو طيبين لو عجبتك لايك وشير